بسعر الخير انا دكتور يهاب محمد ندا استاذ الانف والأذن والحنجرة واستشاري الانف والأذن والحنجرة بمستشفى وادي النيل هنتكلم النهاردة على موضوع بدايق ستات كتير جدا ستات وانف ووزن ايوا موضوع الشخير كل الستات بتشتكم من رجالات بيشخروا بالليل ما كانوش بيشخروا بقوا بيشخروا مش عارف انام مش عارف اصحام على الولاد الصبح دي مشكلة وفي بعض الستات بيجي تقولك انا خايفة على جوزي جزء طبعا من الستات يقولك انا خايفة على جوزي والنفس ويروح بالليل انا خايفة لا يتخنق مني وجاية الانة جدا الحقيقة الموضوع ده وبيكتر اصلا مع الناس اللي هي عندها زيادة في الوزن او الراجل لما كان متجاوز كان انسان جميل ما بيشخرش على حاجة اكل مراته جميل بتطبخ اكل ما لزة وطاب كل تخن ظهرت هذه المشكلة الحقيقة المشكلة ده برضو بتحصل اكتر في الرجالة لان الستات حتى لو فيهم زيادة في الوزن بيبقى عندهم الهرمونات النسائية الاسروجين والبروجسترون بيخلوا دايما العضلات مجدودة فما بيحصلش قوي في الستات قد يكون الستة اكتر وزنا من الرجل انما ما بتشخرش ليه؟ عشان الهرمون دوت وبيحصل اكتر بعد سن الخمسين لو حصل اضطرابات في الهرمون دي تبدأ الستة برضو تعاني من نفس المشكلة فيه برضو مشكلتين الشخير اللي واحده ودي امر سهل والشخير اللي بيؤدي الى انقطاع التنفس بالليل اثناء النوم ودي بقى سبب متلازمة اضطراب التنفس اثناء النوم الحل بسيط جدا انا ننصح بالنحن دايما نبدأ بان احنا نحاول نعمل انقاص للوزن دي اول حاجة نمرة اثنين بنتوجه لدكتور الانف واذن والحنجرة اللي بيدوره بيفحص الجهاز التنفسي العلوي الانف حجز الانفي الغضريف اللحمية اللي مشهورة جدا في الافلام سقف الحلق اللهاء منطقة اللوز اللسان ما تحت ذلك يعني لازم نشوف يوجولي الامور بتمشي ببساطة في حالات الشخير بشوية ادوية وانقاص للوزن اما لو فيه متلازمة اضطراب التنفس اثناء النوم والنفس بيروح هنا بنبدأ نعمل حاجة اسمها نعمل نوم عشان نعرف السبب سنترل يعني جاي من الجهاز العصبي ولا حاجة بسيطة من لنا لسه شرحهم بالوقت وفيه اغلب الاوقات مجرد انقاص الوزن وبعض الادوية بيحل الموضوع ما كانش اذا فيه حاجز انفي معوض غلريف كبيرة منبقة لوز كبيرة سقف حلق مترهل بنبدأ نتدخل جراحيا فيه حاجات بدون بنج تبقى موجودة في العيادة زي التردد الحراري وفيه حاجات تاية لازم تتعامل بمخدر عام في المستشعى ودي حالات نادرة جدا انما الامر بسيط وما يقلقش خالص وزي ما بننصح انقاص الوزن هو اول شيء بننصح به وفحص جهاز التنفس العلم ان شاء الله تبقى امر بسيط جدا والنام كلنا نوم هادئ ونصح هتشوفش كلنا عادة دون اي ازعج بساقكم سعيد